فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله نبدأ وبحضراتكم نسعد والصلاة والسلام على من تتحقق به الأمان وتشد إليه الرحال سيدنا محمد المصطفى الهاشمي القراشي العربي المكي اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة ترفع اللهم بها قدرنا وتعلي بها ذكرنا وتحقق بها في مرضاتك يا مولانا أملنا صلاة تعجل برفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد اللهم آمين وبعد أحبة في الله في كل ربوع الدنيا حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مسوانا ومسواكم جميعا كل آمين في رحاب آية جديدة من آيات القرآن الكريم نلتقي حولها نتعلم وبها نتعبد وطبعا حضرتك متعود إن أنا ببدأ وقولك اسمع اللي ربنا قاله لكن أنا هغير النهاردة لكلام ده وهقولك إن الآية اللي أنا جايبها لك النهاردة أو أقولها لك النهاردة فضلها عظيم جداً أوعى ما تكونش حفظها أوعى ما تكونش أول آية ابنك لما يبدأ يتعلم يتعلمها بعد الفتحة وممكن تقدمها قبل الفتحة أوعى إن حضرتك على رغم عمرك الكبير ده ما تكونش حفظها سواء كنت بتعرف تقرأ أو ما بتعرفش تقرأ اسمعها ورددها لحد ما تحفظها عارف ليه؟ لإن سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول فيما أورده النسائي وابن حبان إن الآية دي اللي يقراها بعد كل صلة ما فيش حاجة تمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت تخيل آية تقراها بعد كل صلة تدخلك الجنة على طول الفارق اللي بينك وبين الجنة إن أنت حضرتك ربنا يديك العمر تموت آية فيها اسم ربنا الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب لإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده الآية دي آية عظيمة جدا على الرغم إن هي مش كبيرة أوش آية وردت في صورة البقرة آية تحفظك من الشيطان واللي قال كده الشيطان تخيل كده تخيل لما الشيطان ينصح الشيطان يعظ فيقول لسيدنا أبو هريرة هديك كنز هقول لك آية تحفظك مننا وتقيك مننا وتحميك مننا فقال له قول فقال له الآية دي فراح للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة شهيرة فسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال له صادقك وهو الكذوب صادقك وهو الكذوب يا طرى الآية دي آية إيه؟ آية الكرسي اسمع لربنا سبحانه وتعالى وهو بيقول في القرآن الكريم اسمع كده ربنا بيقول إيه؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذلا يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم قلت لك إن فيها اسم الله الأعظم تخيل أيوة جبنا الكلام ده منين؟ سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كما أورد ذلك ابن ماجة في صحيحي بيقول بعد ما تصلي عليه اسم الله الأعظم في صور من القرآن ثلاث في البقرة وآل عمران وطاها تعال نروح للثلاث صور نشوف إيه الإسم اللي تكرر في الثلاث صور ما هو النبي اللي قال لنا صلى الله عليه وسلم إن اسم ربنا الأعظم في الثلاث صور دون البقرة وآل عمران وطاها طيب ففي البقرة لأينا ربنا بيقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم ليه آية الكرسي طيب وفي صورة آل عمران تلاقي ربنا في أول آية يقول اسمع كده ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله أكبر ده نفس الآية متكررة الله الحي القيوم الله أكبر طيب وفي صورة طاها نلاقي ربنا بيقول وعنات الوجوه للحي القيوم يبقى الحي القيوم اسم الله الأعظم والذي أخبرنا بذلك هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيل بقى الآية دي نزلت لي إيه سبب نزول الآية دي الآية دي لو أنت بعيدا بقى إن هي تحفظك وبعيدا أنها تدخلك الجنة وبعيد أنها تقيقة شر كل شيطان وكل مس وكل حسد وكل جان الآية دي لو أنت عرفت سبب نزولها هتعرف قدرة ربنا أول هتعرف عظمة ربنا أول هتفهم إزاي أنت بتعصى ربنا وإنت ضعيف أول هتفهم يعني إيه ربنا لما قال وما قدر الله حق قدري هتفهم إزاي أنت بتسيء بحق ربنا أول وهو القادر المقتدر بني إسرائيل سيدنا موسى عليه السلام كان يعذوهم كلموا عظة مستمرة سيدنا موسى كان يذكرهم بالله ويكلمهم عن الأمم السابقة ليكون لهم عبرة وليكون لهم التعاض لإني خذ بالك حديث القرآن عن الأمم السابقة ربنا قال لنا كده لقد كان في قصصهم عبرة لمين بقى لأولي الألباب صليت على النبي العدنان فواحد من بني إسرائيل كده رفع إيده ويسأل سيدنا موسى سؤال أنا عندي سؤال يا نبي الله قال له اسأل قال له هل ينام ربك هو ربنا بينام فسيدنا موسى قال اتقوا الله إيه اللي بتقوله ده فربنا نداه قال له يا موسى سألوك هل ينام ربك قال له صح يا رب قال له طب يا موسى أنا عايزك تقيم الليل قال له حاضر يا رب بس وانت بتقيم الليل امسك حاجة في إيديك يمسك كباية أو مج يمسك أي حاجة حاضر يا رب فسيدنا موسى عليه السلام وهو بيصلي وبيقيم الليل ذهب من الليل التلتين فبدأ سيدنا موسى ينعص فوقع لرقبتيه ثم انتعش نحق نفسه كده فظبط نفسه وبعدين لحد ما جاء آخر الليل نعص فسقطت الزجاجتان اللي في إيده اللي ربنا في بعض الروايات قال له امسك في إيدك زجاجتين أو قبين وانكسروا فربنا قال له يا موسى شفت اللي حصل آه يا رب إيه اللي حصل وري الكلام ده على اللي بني إسرائيل ويقعوا الزجاجتين انكسروا يا رب لأن موسى عليه السلام سقط بعد ما نام وقد نعص فربنا قال له إيه تخير ربنا سبحانه وتعالى علم بني إسرائيل وعلم سيدنا موسى إيه في القصة دي تعالوا بينا قبل ما جاوبك نصلي على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم فنروح نفاصل ونرجع نجاوب فتابعونا ولا تفارقونا موسيقى فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب بشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب عدنا لحضراتكم بعون الله وبحوله وبقوته فيا من راجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما الله يجز من يصلي مرة عشرة ويبقى في النعيم مقيمة قبل الفاصل بني إسرائيل سأل سيدنا موسى عليه السلام هو ربك بينام فقالهم اتقوا ربنا فربنا نداه وقال له يا موسى سألوك وأنا هجيبك يا موسى قوم الليل وفي إيدك كوبين أو زجاجتين سيدنا موسى بعد ما ذهب سلسين الليل غشيته نعاس أو غشيته نوم فلكنه سرعان ما استيقض ونشط على آخر الليل سيدنا موسى ما أدرش وسقط فوقعت الزجاجتان وانكسرتها فربنا سبحانه وتعالى قال له يا موسى لو كنت أنام لسقطت السماوات على الأرض وهلكوا كما هلكت الزجاجتان بيدك وأنزل الله سبحانه وتعالى آية القرسي على نبيه صلى الله عليه وسلم علشان يبع عندك عقيدة أنك تنام وتغفل وأنك تبيت وتخلد إلى الراحة ولك رب يدبر أمرك ويعينك في شؤونك فأنت تريد وأنا أريد والله فعال لما يريد فلا تشغل نفسك بهم لأن لك رب لا ينام العجيب أن في كل بيت من بيوتنا آية من آيات ربنا في ولادنا بصوا كده ابنك الصغير اللي لا بيشيل هم ولا بيشيل حزن ولا بيشيل فكر ولا عنده أي مسئولية إلا اللعبة والأكل وعنده ثقة أن بابا وماما هيجبوله كل شيء الولد ده عنده ثقة في ربنا أكتر منك لأنه عنده ثقة فيك إنت وإنت ما عندكش ثقة في الله سبحانه وتعالى أو ثقتك متزحزحة تخيل كده لما تنام بايد بهمك وأنت تنسى أن لك رب إذا ألم بك هم كبير فلا تكن لي هم كبير ولكن قل يا هم لي رب عظيم يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله الله يحدث بعد العسر ميصرة لا تجزعن فإن الذي يكشف البلوة هو الله إذا ابتليت فثق بالله وارض به فإن الذي يكشف الضر هو الله والله ما لك غير الله من أحد لك الله في كل لك الله خلي بالك من آية الكرسي اوعى ما تكونش حفظها اسمع الشيطان بيقول إيه لسيدنا أبو هريرة بيقول له فقرأ آية الكرسي امتى بقى اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول لسيدنا أبو هريرة إن الكلام اللي قاله له إبليس صدق صدقك وهو الكذوب فقال له يا أبا هريرة إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح فلما أخبر أبو هريرة النبي قال عليه الصلاة والسلام أما إنه صدقك وهو كذوب يعني أنت معاك دلوقتي كنز تتمسك به معاك كنز تقرأه لما تيجي خارج من بيتك ولما تيجي تنام معاك كنز يدخلك الجنة لو قرأت دبرة كل صلاة معاك كنز تتفكر فيه كده هو أنا إزاي ما أقدرش أكمل يومين من غير نوم ولازم أبقى بالشاي والقهوة والصداع والتعب والإرهاق فسبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم وصدق ربنا إذ يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا سبحانك تدبر الأحوال بقدرتك وبمشيئتك سبحانك ما عبدناك حق إبادتك أنا عارف مش ناس الهدية ولكن تعالوا الروح لفاصل نصلي على خير البرية صلى الله عليه وسلم ونرجع قبل الختام ناخد الهدية فتابعونا ولا تفرقونا عدنا لحضراتكم بعون الله وبحمده وقوته فيا من راجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليمة الله يجز من يصلي مرة عشرة ويبقى في النعيم مقيمة الهدية الهدية مش ناس الهدية كل واحد يسمعني قويس كلنا بنصلي الحمد لله وكلنا بنركع مع الإمام أو بنركع لوحدنا طيب لما بترفع من الرقوع بتقول إيه هي دي الهدية يعني أنت هتقول لنا طيب ما إحنا عارفين لا أنا هقول لك ذكر النهاردة تقوله وتقوله مش معنى هو مخصوص لأن الإمام البخاري بيروي عن صحابه اسمه سيدنا رفاعة ابن رافع ممكن ما تكونش اسماتي الاسم ده كتير سيدنا رفاعة ابن رافع كان بيصلي ورسدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات فلما رفع رأسه من الرقعة قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمد فسيدنا رفاعة قال إيه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه صغير أوه ها أنا عارف أن انت بتقول اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة ماشي وعارف أن انت بتقول لك الحمد يا ربي والشكر ماشي وبتقول أذكار كتير بس أنا عايزك تحفظ الذكر ده بالذات أول ما ترفع من الرقوع تقول سمع الله لمن حمد تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مش معنى ده سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لما خلصوا الصلاة قال من المتكلم مين اللي قال الذكر ده فطبعا انت عارف النبي يسأل صلى الله عليه وسلم يبقى فيه ممكن يبقى حاجة غلط فالصحة بتخاف تقلق فسيدنا رفاعة أنا يا رسول الله أنا اللي قلت فاسمع النبي يقول له ايه بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يعني انت بتكلم في سبعة وتلاتين تمانية وتلاتين تسعة وتلاتين ملك أقل شيء تلاتة وتلاتين وأكثر شيء تسعة وتلاتين ملك يبتديرونها يعني ايه يعني بيجروا على بؤك الملايكة دي كلهم وغدين سباء على بؤك أيهم يكتبها أول مين اللي يكتبها الأول شوف الفضل ماهو يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى ما بيتعملش معانا بالكم إنما ربنا بيتعامل معانا بالكيف عبارة واحدة ممكن تورسك جبال من الحسنات وتذهب عنك جبال من السيئات وتعطيك يعني قنوز وبيوت في الجنة لا حصر لها ولا عدد علشان كده خل النهاردة الذكر اللي انت تتعلمه اللي هو الهدية أول ما ترفع من الركوع تقول اللهم لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه يلا نختم بدعاء نرفع إيدينا ربنا سبحانه وتعالى اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد على أن جعلتنا مسلمين ولك الحمد على أن أحييتنا حتى بلغتنا رمضان ولك الحمد على أن سلمتنا رمضان اللهم كما سلمتنا لرمضان سلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلة اللهم تقبل صالح أعمالنا اللهم إنا نستودعك أهلنا وأموالنا وأعمارنا أمانة عندك فاحفظها يا من لا تضيع عنده الودائع اللهم اكشف الوباء والبلاء عن البلاد والعباد يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نعترف بعجزنا ونعترف بجهلنا ونعترف بتقصيرنا فاجبرنا بأملنا فيك يا قوي يا عزيز يا رحيم اللهم إنا نقدم على الخير في رمضان ليس إساءة أدب منه ولكن تعلق بأمل وبرجاء أن لا ينقطع بعده فأدم اللهم صالح أعمالنا بعد رمضان اللهم انظر إلينا بعين الرضا وانظر إلينا نظرة الرضا اللهم أعتق رقابنا من النيران اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أهمامنا ونور أحزاننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تصلت علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا اللهم إنا نخافك ونخاف من لا يخافك ونخاف من يخافك فنجنا يا ربنا ممن لا يخافك يا لطيف الألطاف نجنا ممن نخاف يا لطيف الألطاف نجنا مما نخاف اللهم فرج كرب المكروبين وسد الدين عن المدينين واغض حوائجنا وحوائج السائلين واحفظ بلادنا وأمننا يا رب العالمين وأمطر علينا الخير بكل خير يا أكرم الأكرمين واجعل رزقنا يأتينا رغدا من كل مكان يا أكرم الأكرمين ولا تعذبنا بالخوف ولا بالجوع يا أكرم الأكرمين اللهم رب الرقم والمقام رب المشعر الحرام أكرئ رسول الله من كل مسلم السلام وصل اللهم وسلم وبارك على خير الأنبياء والمرسلين وآليهم الحمد لله رب العالمين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ودوما ربنا يقول لك إني قريب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا